لم تعد معاناة المهجرين والنازحين الجسدية أولوية بالنسبة لهم قياسا بمعاناتهم نفسيا ومعنويا حيث لا يزال نحو مليون عراقي من المحافظات المنكوبة غير معترف بهم حكوميا فهم محرومون من الوثائق الرسمية بعد فقدانهم ما يثبت حقوقهم الاجتماعية والمعيشية كما تؤكد لجنة الإنقاذ الدولية التابعة للمجلس النرويجي للاجئين ويعيق غياب المستندات الرسمية للنازحين وصولهم إلى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإعانات اجتماعية كما يعيق حرية التحرك ويزيد من خطر التعرض للتوقيف والاعتقال والابتزاز وفق تقرير للأمم المتحدة أما لجنة الهجرة والمهجرين النيابية فقد اعترفت أن النازحين يواجهون إذلالا وإهمالا حكوميا واضحا مؤكدة أن العديد من المنظمات الدولية قررت إيقاف المساعدات المالية والإنسانية للنازحين قبل إيجاد حل جذري لمشاكلهم الأساسية المعاناة هذه يقابلها فشل السلطات بعد مرور ست سنوات على إعلان انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في تعويض النازحين ماديا وقانونيا وإعادتهم إلى مناطقهم التي ما زالت مدمرة أصلا ولا يزال نحو مليون ومئتي ألف عراقي ينتشرون في جميع مخيمات النزوح في البلاد أو في حالة نزوح عكسي لأسباب تتعلق بتسارع حكومة بغداد في إغلاقها للمخيمات فيما تم تصديف مليون ونصف المليون شخص على أنهم بحاجة لدعم وحماية مستمرين وفي الوقت الذي تتاجر فيه أطراف في العملية السياسية بملف النازحين وتستغله في الدعاية والمناسبات الانتخابية لأغراض سياسية ومكاسب حزبية يقضي مئات الآلاف من المهجرين والنازحين شتاءهم الثامن وسط ظروف مأساوية في خيم مهترئة مع افتقادهم لأبسط أساسيات الحياة اليومية وتلاشي آمالهم بعودة قريبة إلى مناطقهم وخوفهم من بطش الميليشيات المنتشرة في مناطقهم وعجز الحكومة عن حمايتهم